أين؟ أين؟ أنا بس وجهة نظري وأعتمنى أن لو كابتن حسام وكابتن إبراهيم سمعوها يتقبلوها الموضوع سهل الموضوع بسيط مش محتاج خالص تنشنة مش محتاج خالص تصريحات قوية مش محتاج خالص أن يتقال الناس ما بتسندش الناس بتهاجم أصلحنا الناس البسيطة لا أكيد الناس محدش هيوقف ضد مصلحة منتخب مصر أكيد الناس مش مش هتشجع منتخب مصر إلا لو كان في مدربين تانين وكان وقتها وانتوا بتحللوا بتتكلموا فنيا في المشاكل والأخطاء كان وقتها نضرب صح هذا paralel ده كان قريب كنا في كهس الأمام كان في انتقادات هذا باللحق كل واحد يقول كابتن حسام وبهذا لا عندهم مش مشكلة أو حقيقي إلا أنهم والسلط القريبة منهم بالفترة التي فاتت أو لم تجدوا مشكلة لا قد يجب إطاعه الإيطار للنقد الفني يعني أنا أصد بأنهم اما ينشعون وانا هذا العادي والسال一 لابد من يليس لو كان لهم لماذا أحد قد أ 350 ضغط أوضغط أو أسذرنا أو لأمرة سهلة جداً والأمور طيبة آه أنا أشد لعبتي وأن الكرة فيها كل حاجة وبنشوف نيجيريا بتخسر وبنشوف الجزائر الجولة اللي فاتت كان عندها مشكلة والجولة دي كان ممكن تخسر وكثبت يعني آه الكرة طبعاً فيها كل حاجة ولكن طالما الدنيا سهلة ومشية والناس بتتعادي اللي الدنيا سهلة خليها الدنيا سهلة عشان هو في الآخر هيتكتب لك أنت ككابتن حسام أن أنت كنت لعيب سعادت كاسعالم وانت مدرب سعادت كاسعالم فيه لعيبة في كتير في الجيل الحالي هيكتب لها في تاريخ أنهما لعبوا كاسعالم مرتين فالنهاردة الأمور سهلة فيا ريت ناخدها كلنا بالسهولة بتاعتها بالبساطة وإن إحنا منتخب مصر بعيد قوي عن كل المنتخبات تصنيفاً وقيمة سوقية ولعيبة وكل حاجة إحنا بعيد قوي عن الفرق اللي معنا في المجموعة مع كامل الاحترام ليهم زي ما سابت بيقول إحنا سيراليون لما هجلنا هنا الموضوع مفروض سهل أسيوبيا لما هجلنا هنا موضوع سهل حتى أسيوبيا أنت مش هتروح أكسجين ومواعيد المطشات والجو ده هتلعبوا في المغرب في بلد بوركينة النهاردة في المطش ده كنت لعب في مالي كانتش تلعب في بوركينة فورد أن أنت لما تجي تلعبها أصلاً في المباراة التانية لها على الأرضها ما يبقاش بوركينة فسو أصلاً تروح تلعب في مكان الجمهور فيه دنيته بسيطة محدش فيش حماس فالأمور سهلة نتمنى أن يعني إيه مستعبهاش عن نفسنا إيه